أنا مش عاوز قوني هذا اللقاء قبل ما أتكلم بقى على صناعة الأساس في دوميات والتطور اللي بيحصل ومدينة الأساس اللي اتفتح الترسمي بحضور رئيس الجمهورية 2019 حظي الحلو إن أنا اتعزمت وجيت وحظي الأحلى إن أنا شفت التطور اللي حصل لحد سنة 22 لكن الأحلى والأحلى إنه سيادة المحافظة هي اللي هتقولي هو فيه إرادة قوية للقيادة السياسية إن هي ترجع صناعة الأساس سابق عادتها يعني بس ده طبعاً معاه لازم بقى فيه برضو إجراءات من الإجراءات اللي كانت موجودة إن هو افتتاح مدينة دوميات الأساس اللي هزاب حدرت بقول كده افتتحناها في نهاية 2019 مدينة دوميات الأساس ده كيان صناعي كبير جداً يمكن يعتبر أكبر مكان صناعي على مستوى الشرق الأوسط بدأنا إن إحنا نفكر نشوف إيه هو معاوقات صناعة الأساس فيه معاوقات فعلاً موجودة وبنحلها زي مثلاً استراد المادة الخام دي معاوق مثلاً بيقابل الصناع الحاجة التانية إنه هو فيه استراد لممتجات مختلفة من بلاد تانية زي الصين وغيره فده شوية أثر على صناعة الأساس في دوميات فكان مدينة دوميات الأساس بقى معمولة عشان نعالج بعض المشاكل دي حصل دلوقتي إن إحنا فيه ورش كتير فتحت حوالي 450 ورشة موجودين دلوقتي شغالين مفروض إنه في تخطيط مدينة دوميات الأساس إنه هيبقى فيه منطقة صناعية كبيرة للمصانع كبيرة وفيه منطقة استثمارية لبنوك لأوتيل لقاعة مؤتمرات لمول أو شوروم زي يعني كبيرة الجميل كمان بقى إنه إحنا جبنا منحة من إيطاليا إنه إحنا نعمل مدرسة تعليم فني لصناعة الأساس مش بس صناعة الأساس ضفنا لها كمان ميكانيكا السفن ده يعني دول الحاجتين المميزين في دوميات مع تبريد وتكيف ده كانوا تلات حاجات يعني فطبعا هو إنه عشان تبدأ تتعلم صناعة الأساس بقى صح تعليم صح بقى يعني مش الحاجة الفطرية بقى لأن صناعة الأساس برضو بقى لها فيها ليها أفكار تانية جديدة دلوقتي وطورت كتير قوي فالتصميم مشكلة التسويق إزا نسوى إزا نصمم برضو الحد ما تفتح المدرسة يعني بدأوا يشتغلوا فيها بس إحنا عملنا برضو مركز تصميم في مدينة دوميات الأساس مركز تصميم ده مع جامعة دوميات كلية فنون تطبيقية بتساعد الصغار الصناعة اللي موجودين عندنا أنهم يصمموا يعلمهم إزاي يصمموا أو لو شايفوا حاجة على النت إزاي يقدر يطلحها ويخليها واقع بقى كمان عندنا مركز تكنولوجي هناك مركز تكنولوجي ده بيقيس الجودة بتاعة المنتج شوفته عنده مكان يقيس الجودة للمنتجات وده برضو شاركة فيه وزارة الصناعة في المدينة الحاجة كمان إحنا عاملين معارض دائم بدأنا برضو مع المدينة الدوميات الأساس بنطلع دلوقتي المنتج الدومياتي في كل المحافظات بدأنا نعمل معارض في أطفاء السيود في المينيا في قاهرة في كل المحافظات علشان نعرف الناس في كل المحافظات بالمنتج الدومياتي وصناعة الأساس في الدومياتي